بخلال روح لبيتسو موسماني نفسه بيتسو موسماني وحضرتك طلعت تصريح واضح وصريح ونفوش أي كلام إن بيتسو موسماني لم يطلب زيادة فعقده خلال هذا الموسم وإن كده كده عقده بينتهي نهاية هذا الموسم أو بعد نهاية هذا الموسم بالضبط الرجل طلع أشعاعات إنه هو الرجل طلب زيادات والرجل عمل مشكلة وكان رايح مسافر في مكان في الخليج والكلام كله مرصح الرجل كان قاعد معنا عادي جداً الكلام كله وكلام ودي وإيجابي زي ما قلته البيان على فكرة لنطلع مش بيان دبلوماسي خلص وده الواقع اللي حصل يعني وفي الآخر الرجل كان الاتفاق بنا إنه إحنا شفنا الأمور ممكن تكون إحنا دلوقتي كلام التجديد ممكن يكون مفيش توافق قوي بشكل برضو ودي جداً طبيعي جداً فإحنا قلنا لأ خلاص يبقى أحسن حاجة إنه إحنا نصبر شوية كلنا ونصر في الآخر لفوقت من الوقات يعني الحل يرضي كل الأطراف بس الوضع الحالي إحنا زي ما إحنا مكملين فإنه مشكلة مفيش أي مشكلة خلص مع الناد الأهلي مع المسلمين طب ليه من وجهة نظرك بيتردد هذا الكلام دائماً خلال الفترة الفاتحة طبيعي حصل لأن نفس الكلام مع فايل ربليك كده ومع مسلميني ومع العيب تنادي الأهلي وطب الناد الأهلي هو دائماً هو أكبر براند في مصر زي ما أنت قلتك بالإسلام ففي الآخر هو دائماً الصحافة ممكن تكون عايزة شايفة تطلق أخبار عنه بشكل ما سواء صح أو غلط يعني فطبيعي لكن ده ده بيحصل طبيعي جداً في كل المدربين العالم يعني إحنا شوية لقى يورجن كلوب ده ماشي رايح ريال المدريد وكلام ده كله لكن خلص موسماني مكمل لنهاية هذا الموسم وعقده ينتهي نهاية هذا الموسم نهاية الموسم ده اللي هو اللي جاي بزيط بينتهي بوقت معين نهاية موسم 22 22 زي ما يخلص بقى بزيط يخلص بقى حساب باين